وجوه متعبة وأجساد مرهقة ونفوس حائرة لا تجد ما فقدته عيانا قبل سنوات الأب والمعيل والسند الذي فقد منذ أربع سنوات وتركت الأسرة تواجه قسوة الحياة بمفردها سبحان الله طلعنا قدام وطلع وغانا من الخمس الصباح طبعا علينا الشرطة الاتحادية هذه الخمس الموب ما وشعتني فقط من ذلك ما خليته حمام علي القيارة ما خليته مكان ما ساتت وعملت وما حد أطاني الجواب وكأنها سردية الموصل بمأساتها المستمرة وجرحها الغائرة الذي توارثه الصغار عن الكبار وليس هناك أردح من مأسات المغيبين قسرا فلا هم قتلى فيبكيهم أهلهم ولا هم أحياء فيطلبونهم وليس هناك أساوي العملية أساويها مفقودة لا أحد يساعدني يساويني ما عندي كل أحد طلعني يشتري علاج وليه حد الآن ما نعرف ميت طيب ما نعرف دورنا بأي مكان ما نخلينا الأمن المخابرات الأمن الوطني ما نعرف إلى حد الآن لا 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 لحد الآن شاهدت وفاة ما طاع أنه أمل بكي يرجع لنا ولحد الآن كل شي ماكو ما خلينا مكان ندور ما أحد يعرف الكم الهائل من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان التي ارتكبت في مدينة الموصل تتحمل مسؤولياتها الحكومات المتعاقبة التي أهملت بشكل متعمد محاولة التقصي عن مصير آلاف المغيبين ممن اعتقلتهم القوات الحكومية أو خطفتهم الميليشيات هؤلاء اختفوا اختفاء قصري لا يوجد لهم أثر إلى الآن يعتبروا لا مفقودين ولا شهداء كثير من الأهالي تطالب بأبنائها في عوائل خمسة أبناء أو ستة أبناء مع الآباء كثير من العوائل فجعت بملف المتغيبين المصير المتوقع يخشى كثيرون التحدث عنه لكنه يطل بوجهه الداني بين حين وآخر حيث المقابر الجماعية هناك اكتشاف عدة مقابر جماعية وهناك مقابر لحد هذا اليوم لم تفتح هناك أكثر من 25 مقبرة هذه تحتاج إلى جهد دولي تحتاج إلى دور أمم المتحدة تحتاج التفاتة جادة من قبل الحكومة المركزية لمعرفة عدد الجسد وكذلك أيضا أخذ عينات أو فحوصات من ذوي الضحايا عوائل هناك وأطفال المغيبون قصة حزن أخرى تضاف إلى سجل مآسي العراق التي بدأت مع الاحتلال الأمريكي ومن جاء معه من ميليشيات وأحزاب أدخلت البلد في نفق مظلم لا تعرف مدة مكوثه فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر